القبر وصية إخفاء وأعثاء حارون والضباء ماء وأربعة بلدة الماء لاسن بمشهد علي بالكوفة سادسا استفهامات خطيرة بلدة صغيرة تسمى مشهد علي ومدينة علي وكانت تسمى الكوفة فيها ماء آسن وقناة جافة ليس فيها مرعى ولا طعام وفيها مشهد وقبر الإمام علي عليه السلام والزوار قليلون فأين صارت البلدة والمشهد والقبر أين صارت البلدة الصغيرة ذات الماء الآسن أين صارت بلدة مشهد علي ومدينة علي التي كانت تسمى الكوفة أين ذهب مشهد علي عليه السلام الذي كان في البلدة الصغيرة أين صار قبر علي عليه السلام الذي كان في بلدة الماء الآسن تنبيه قال الواحد الأحد قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون أليف ماذا تفعلون عند القبور الفارغة والوهمية وعند المقامات والمشاهد المبتدع وعند التراب والحجارة والحديد والذهب والفضة والستائر والأبواب والشبابيك والقباب والصناديق أه الله أذن لكم أم على الله تفترون باء لماذا تستغيدون وتستنجدون وتتشفعون وتتبركون وتنذرون القبور والمشاهد والمقامات والتراب والحجارة والحديد والذهب والفضة والستائر والأبواب والشبابيك والقباب والصناديق وكل ذلك عاجز عن أن يفعل شيئا لنفسه وذاته وجواره أه الله أذن لكم أم على الله تفترون جيم مثلا ها هو قبر ومشهد علي عليه السلام في البلدة الصغيرة بلدة مشهد علي في مدينة علي في الكوفة لم ينفع ذاته ولا جواره فالماء آسن والقناة جافة والطعام مختف والمرعى معدوم والزوار قليل وفيه اثنان من القراء يتلوان القرآن ذلك بحسب شاهد العيان الرحالة الفرنسي في القرن الحادي عشر الهجري سنة 1086 للهجرة حيث قال انتهينا إلى بلدة صغيرة كانت تدعى الكوفة والآن تعرف بمشهد علي ليس في هذه البلدة غير ثلاث أو أربع آبار ذات ماء آسن وقناة جافة أما الطعام فلم نجد منه في هذه البلدة غير التمر والعنب واللوز وهذه يبيعونها بأسعار عالية وعندما يأمها الزوار وقليل ما هم يوزع الشيخ عليهم عند اهتياجهم إلى الطعام الرز المطبوخ بالماء والملح وشيء من الدهن يصب فوقه ونظرا لعدم وجود مرعى للمواشي فلا يتوفر عندهم الطعام ويرى حول الضريح أربعة شمعدانات وقناديل مدلات من السقف وعدى عن القناديل والشمعدانات فإن فيه اثنين من القراء يتلوان القرآن وعلى مسيرة يومين من مدينة علي عليه السلام التقينا بشابين من أسياد العرب دال فإذا كان هذا هو حال المشهد والقبر فأين المعاجز والكرامات والبركات وقضاء الحوائج وتحقيق الأمنيات التي تزعمونها وتقصدون القبر والمشهد من أجلها الله أذن لكم أم على الله تفترون المهندس الصرخي الحسني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر